هناك دستورنا جعل التصويت لكل العراقيين وهو حق لكل عراقي وليس واجب في الدستور الأسترالي لا واجب التسجيل واجب والتصويت واجب هناك بعض الدول حتى عربية مثل تونس القوات الأمنية ما الصوت تركيا القوات الأمنية ما الصوت لكن دستورنا فلذلك حتى مسألة انتخابات الخارج أو الذين لا يمتلكون بطاقة بايموترية يعني المفروض هناك سجل ناخبين متكامل شامل لا يستثني أحد هذا ما نأمل به في الانتخابات القادمة لمعالجة كل هذه الإشكالات بمرور سنين ولم تكتمل البطاقة البايموترية دائما نقول نحتاج مشاركة واسعة وتعزيز الثقة بين أولا كل شركاء العملية السياسية منذ صياغة القانون يعني أعرج على موضوع مهم صياغة القانون أتى إلى مجلس النواب من رئاسة جمهورية مسودة قانون ومن رئاسة الوزراء مسودة أخرى مغايرة وصيغ القانون بصراحة بمعزل عن شركاء الآخرين وأهم شريك هو مفوضية الانتخابات شركاء العملية الانتخابية هم مفوضية الانتخابات السلطة التنفيذية التشريعية القضائية الأحزاب السياسية هذا مهم جدا منظمات المحلية الدولية حتى الناخبين والإعلام فلذلك نحتاج بصراحة بصياغة أي قانون آخر أو استثناء شريحة معينة من الناخبين أو استكمال يعني أعتقد لو أكو تعاون بين شركاء العملية السياسية بشكل دقيق من 2014 نحن الآن في 2021 لا يزال هناك بحدود 40% لم يمتلكوا البطاقة البايومترية